في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة والذي يعد التوسع بالإفراج بالعفو أحد أهم محاورها أفرج قطاع الحماة المجتمعية عن 4187 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم واحد لعام 2024 بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للأمان بس أنا عادي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهي وهرد للبلد الجميل الإفراج عن هذا العدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تم بعد فحص ملفاتهم من قبل لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية للتأكد من توافر شروط العفو وفي أجواء احتفالية بدأ تنفيذ القرار الجمهوري بالإفراج عنهم نشكر الرئيس على عفو 25 يناير وإن شاء الله تبقى بداية جديدة لنا أنا صرحان بالعفو اللي ربنا كرمنا فيه وكرمنا عند ربنا المبسوط أن أنا أروح لعيالي وربنا يخللنا الرئيس صرحانة قوي النهاردة فجأت من المدينة وعليها بالعفو الحمد لله بشكرو سيابة الرئيس أشكري قوي 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 على الحاجات الجميلة اللي عملها حاجات كويسة لنا جدا العفو الرئاسي عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هو فرصة لمن تنطبق عليهم شروط العفو لبداية حياة جديدة خاصة مع ما توفره هذه المراكز من برامج إصلاحية وتأهيلية متطورة تسهم في تقويم سلوكياتهم وإكسابهم حرفة مناسبة مع توفير رعاية صحية واجتماعية وتعليمية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية أنا فرحان إن أنا الحمد لله ربنا قرمني في العفو دول وفي أمر اللي أبدأ بداية جيدة إحنا تعلمنا هنا حاجات حلوة ونطلع نعمل بها بره إن شاء الله مبسطين بالعفو الرئاسي الحمد لله ومبسطين جدا والحمد لله فإن إحنا تعلمنا هنا برضو تعلمنا مهنة الحمد لله أن أكون مهنة عيش مهنة شريفة الحمد لله يعني على كل حال تعلمت حرفة المغبز إن أنا عجال بعمل عيش ودي صنعة أقدر أكل من أعيش في الشارع بشكر رئيس على العفو عشان أرجع لعيالي وابدأ حياة جديدة دلوقتي ننسأ اللي كان وبكرة مليان للأمان بالصنعة دي هقدر أعيش هقدر على الحمل التي امتزجت فرحة المفرج عنهم مع فرحة ذويهم الذين استقبلوهم أمام مراكز الإصلاح والتأهيل حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية على هذا العفو الذي أتاح لهم فرصة جديدة للحياة أنا فرحة عن الإبنة تعليق المهاردة وعد يوم عيش وياد اليوم الهالي وبشكر السيادة الرئيس وبشكركم كلكم وأنتم نوضتوا مصر كلها وكل سنوان الطيبية مكنش متوقع أن هو هيخبط بصراحة اللهم لك الحمد والف شكر يا رب وربنا يفرح الجميع زيين نقلة نوعية وإنسانية أحدثتها مراكز الإصلاح والتأهيل في الإصلاح والرعاية المقدمة للنزلاء وهو ما ينعكس على سلوك المفرج عنهم فهم على استعداد تام للاندماج في المجتمع والبداية من جديد